اشتركوا في القناة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أنه كانت العلم الحكيم أما بعد معشرة المؤمن والمؤمنات عنوان هذه الكلمة الهجرة المنقضية والهجرة المستمرة معشرة الإخوة والأخوات أقدم بين أيديكم تحت هذا العنوان تذكيرا مركزا يهم نقطة متعددة وسريعة أولها توديع سنة واستقبال أخرى كما تعرفون في هذا الأسبوع نودع سنة منقضية ونستقبل أخرى جديدة ومن ضمن ما يعني ذلك أن ننقض أسنة يعني أنها سترحل وستذهب سواء كانت شاهدة لنا أو علينا شاهدة لنا إن أحسننا وشاهدة علينا إن أسأنا وهدى فيه إشارة إلى أن الإنسان يجب أن يقف عند حدود الله لأن هناك شهودا يشهدون له أو عليه وفي هذا كذلك إشارة إلى ضرورة المحاسبة على اختلاف أشكالها وألوانها ولا سيماء المحاسبة السنوية مجيء سنة أخرى نحن نامل من خلالها أشياء كثيرة جدا وعلى رأسها ومن ضمنها رفع هذا الوباء وأن يرجع الناس إلى الله سبحانه وتعالى وهما أمران متلازمان رفع الوباء يقتضي التوبة ويقتضي الرجوع إلى الله وإذا رجعنا إلى الله يفعل بنا خيرا إن شاء الله النقطة الثانية نحن نودع الآن سنة 1442 ونستقبل سنة 1443 وهي توحي بالهجرة والهجرة كما هو معلوم لم تقع في شهر المحرم الذي هو أول شهور السنة ولكنها وقعت في شهر ربيع الأول ولكن المسلمين عندما اختاروا حدث الهجرة أساسا لتاريخنا رجعوا من ربيع إلى المحرم لتنضبط وتكتمل وتكتمل السنة وهذا الفربع 143 هي التي مضت الآن على هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام وتذكرنا كما قلنا بتاريخنا الذي هو التاريخ الرسمي الذي وضعه المسلمون وقد كان أجدادنا يستعملونه عندما نعود إلى الرسوم والوتائق والعقود القديمة عند الآباء والأجداد نجد أنهم لا يؤرخون إلا بالتاريخ الهجري ولا يعرفون شيء آخر غيره ثم بعد ذلك دخل عليه هذا التاريخ الميلادي وفي البداية شارك معه المجال لازلت أتذكر أنه عندما كنا ندرس في معهد تاريو دانت كان شيخنا رحمهم الله يكتبون التاريخ الهجري ويبدأون به ثم يعقبون بالميلادي موافق كذا ثم جاء حين من الدهر أصبحنا نستعمل الميلادي دون الهجري وهذا تقصير مننا إهمال لهذا التاريخ الهجري إهمال لشيء مهم من مقومات حضارتنا والهجرة بالمناسبة حدث عظيم ولذلك فعمر رضي العنوة أرضى بعدان استشار الصحابة حول بداية التاريخ الإسلامي كان من الممكن أن يضع أساسه ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام أو مبعته أو وفاته أو شيء من هذا القبيل ولكنه اختار الهجرة بالدات لدلالات كثيرة جدا أذكر منها فقط في عجالة أنها نقطة تحول هامة نقطة تحول هامة في تاريخ الإسلام تحول الإسلام بفضلها من مضطهد في مكة إلى دين علني حاكم في المدينة المنورة كوان مجتمع ثم بعد ذلك كوان دولة وترمز الهجرة إلى معاني سامية عديدة من أهمها أنها رمز للتضحية دحى الصحابة ودحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما يملكون ومن أتمانها الوطن ومن معانيها الصبر تجلى هنا في أسمى درجاته ومراطبه ومن معانيها التوكل على الله وقد كان فيها ظاهرا بارزا مع القيام بالأسباب طبعا لأن ذلك لا ينافي التوكل ومن معانيها السامية الإخاء التي ربطت بين أفراد هذا المجتمع فالمسلمون إخوة والمؤمنون إخوة ويجب أن نتذكر هذا ونمارسه باستمرار ثالثا من هم المهاجرون مصطلح مصطلح المهاجرين مصطلح إسلامي قرآني صميمي يعتبر هذا السنف الطيب من الناس الطائفة الأولى من المسلمين على الإطلاق ليس هناك أفضل من المهاجرين لما ضحوا وبذلوا ولذلك أعطاهم الله تعالى الهجرة فنالوا أجرها وفازوا بغنيمتها ولا يمكن أن يشاركهم في ذلك غيرهم وهو أجر كبير مضاعف لا يقدر بتمن بل هو أفضل من الدنيا وما فيها وهذه هي الهجرة المتبقية ولكن هناك أيضا عفوا الهجرة المنقضية أقصد هذه هي الهجرة المنقضية وهي التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح امتدت من هجرة أول صحابه إلى المدينة المنورة إلى أن حدث فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة وانقضت وانتهت النقطة الرابعة ولكن هناك هجرة مستمرة هجرة باقية يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ألمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث المركزي والمهم يمكننا من تعريف في المسلم والمهاجر والمؤمن فالمسلم بتعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده المسلم والسلام والإسلام كلمات بينها تقارب كبير جدا وذلك فالمسلم الحقيقي المسلم الكامل من سلم المسلمون وكذا غير المسلمين المسلمون المسلم سلام على كل خلق الله وعلى الشجر وعلى كل ما له حرمة عند الله أن يسلم المسلمون من لسانه ويده ومن غير لسانه ويده بمعنى لا يمسهم بسوء بأية وسيلة والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه والله تعالى قد نهى عن الخطايا والدنوب والفواحش ما ظهر منها وما بطن المهاجر الحقيقي في زمننا والذي فاز بالهجرة المتبقية هو الذي ابتعد عن الحرام وهجر المعاصي وارتبط بالصيرات المستقيم واتبع نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بعض الروايات والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم الإيمان الأمان والأمن أيضا بينها تداخل وتكامل فلابد للمؤمن من أن يأمنه الناس وإلا فليس مومنا أو على الأقل فهو ناقص وضعيف وضعيف الإيمان وعندما يكون المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ويكون المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم نجد أنهما متداخلان وهذا حادث فعلا فينوب الإسلام عن الإيمان وينوب الإيمان عن الإسلام ولكنه عند التفصيل ينصرف كل مصطلح إلى ما يدل عليه اللهم يرحم الراحمين أدخل علينا هذه السنة الجديدة بتفاؤل وأمل وبخيرات وبركات تملأ الأرض والسماء اللهم يا رب الأرباب ويا معتق الرقاب ويا رحيما بالعباد يحقين دماءنا وارحم شهداءنا وشفي مرضانا وارحم والدينا وصلى الله وسلم وبركة على سيدنا محمد وليه وصحبه أجمعين ومن تبعون بإحسان الله يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر